موسيقى النشرة الاقتصادية من قناة يمن شباب أهلا بكم والبداية بأبرز عنوينها موسيقى قصف بطائرات مسيارة يسادف ميناء تجاريا في شبوة تراجع حركة البيع والشراف في أسواق الخضروات والفواكه في تعز موسيقى قصف ميليش الحوثي على مأرب يخلق خسائر في النشاط التجاري والمحلات التجارية موسيقى أهلا بكم البداية من شبوة حيث وفد مصدر حكومي عن توقف العمل في ميناء قناة تجاري بالمحافظة عقب تعرضه لهجوم بواسطة طيران مسير مفخخ تابع لميليش الحوثي الإرهابية وتعرض الميناء الواقع في سواحي المدرية رضوم على البحر العربي لقصف بطائرات مسيرة من دون طيار أثناء رسو سفينة تحمل مشتقات نفطية في الميناء دون وقوع خسائر بشرية وأشار المصدر إلى أن السفينة تطرت إلى مغادرة الميناء دون أن تتمكن من إفراغ حمولتها من المشتقات كما تم إيقاف العمل في الميناء مؤقتا وسبق أن تعرض ميناء النشيما النفطي في ذات المحافظة لقصف أواخر الشهر الماضي بطائرة مسيرة أثناء محاولة باخرة الرسوف في الميناء ونقل النفط الخام بالتزامن مع هجوم مماثل تعرض له ميناء الضبة في حضر موت وصلت العمولات الأجنبية ارتفاعها اليوم الأربعاء أمام العملة الوطنية في أسواق الصرف متأثرة بحالة عدم اليقين التي تسود الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد وقالت مصادر مصرفية ليمن شباب إن سعر الدولار الأمريكي سجل الأربعاء ألفا ومائة وستة وستين ريال للشراء ومائة وسبعة وسبعين ريال للبيع وارتفع سعر الريال السعودي بمقدار ريالين عن تداولات الساعات الماضية ليسجل ثلاثمائة وعشرة ريالات لشراء وثلاثمائة واثنين عشر للبيع وتذبذبت أسعار الصرف خلال الفترة الماضية نتيجة عدم وضوح السياسة النقدية للبنك المركزي والسمرار الاختلالات في الجانب المالي والنقدي للحكومة وأثرت هذه التذبذبات على اضطراب حركة البيع للسلاع والمواد الغذائية وتدني القدرة الشرائية للمواطنين تراجعت حركة البيع والشراء في سوق الخضروات والفواكه بمدينة تعز بسبب ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية للمواطنين هذه جولة في السوق المركزي للخضروات والفواكه بمدينة تعز نستعرض في هذه الجولة حال ووضع السوق خلال الأيام الراهنة ونستطلع آراء الناس والمواطنين والمتسوقين حول أسعار البضائع المعروضة للبيع هنا مختلف أنواع الخضروات والفواكه في السوق المركزي ربما يشهد حركة خفيفة أقل من الحركة المعهودة نظرا لضعف القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الظروف الحالية هذه إحدى البسطات لأحد من يعمل في هذا السوق لماذا مواطن البسطة؟ والله يا صاحبي غطينا البسطة من ارتفاع الأسعار وغيرها الخضر السلة البطاط بـ 24 بـ 25 معنا زغمان موردين برباشة يستغلوا الظروف يستغلوا الأوضاع يستغلوا في الطريق والأتعاب يدوننا سلة بطاط بـ 25 ألف بين نصف خرطة ونصف تراب أعينا غامر أعينا قبل أما فرشا مطر بلا بصرة لماذا نفر البضاعة كل ما وفرنا البضاعة نبيع بخسارة نبيع بخسار هذه ملايين لحوالي تقريبا عشرة أيام بهذه الآن أيام القريب عشر أيام الزبائن يجي الحالة الاقتصادية حقوم بالدهورة زبون يجي معه 500 ريال يقول لك يشي طماط بطاط بصل بـ 500 طيب أنت الكيلو البطاط يطلع عليك شراب 1200 ريال كم تقبله بالـ 500 زبان النقاس يعانون من الرواتب يعانون بدون عمل بدون فرصة العمل نحن نطالب قهاز الرقابة والمحاسبة ومكتب الصناعة والتجارة أن يضبطوا الأسعار وأن يتحلوا بالأسعار بضبط الأسعار بما يقوموا السبزاز والموردين شكرا جزيلا إذن هذا هو حال بعض الباعة هذه أيضا الحقة في هذا السوق شكرا جزيلا بيعكم 15 واذا باقيت شليكي بـ 25 ألف هذا الزيتون والله ما قدركوا حتى توفرها 15 ألف والباقة ذوالا ما قدركوش غلا ما عارضوش الناس والله ما عارضو تقل لك كله بألفين خلق بأدية بألف ألف وخمس ما عاد أقدر أتتج من بلادي من صبر من صبر أبيعك بربع ثلاث يعني يقول لك الدنيا فالتا ما عاد سواء والله فالتا كل شي غلق كل شي نار أو واحد زبادي ذا بربع مئة حمس بحمس حمس هذا هو حال الباعة يشكون من غلق الأسعار فكيف هو حال الزبائن أو المتسوقين إذن هذا أحد المواطنين ما رأيك بالأسعار المختلفة في المواد الموجودة في السنة؟ والله الأسعار اللي هم هذه صراحة قنونية وبغا تستقرش الأسعار في سبب الأوضاعنا ما الدخل محدود والأسعار المتقلبة قد نقول لك يعني ما هيحكمهاش يحكمها لاتجاه الحصار بالأول والأخير والأول الحصار الحمد لله يعني على كل حال أمور شكرا جزيلا إذن هذا هو حال سوق أو حال أو وضع المواطنين مع الباعة في هذا السوق وهو حال أغلبية سكان في مدينة تعز نظرا للظروف الاقتصادية المتردية والأوضاع المعيشية الصعبة التي تسببت بها أو تسببت بها حرب ميليشيا الحوثي على الاقتصاد وعلى العملة وعلى كل مقدرات البلد أيمن قائد أيمن شباب تعز ألحقت هجمات ميليشيا الحوثي على المدنيين في محافظة مأرب خسائر كبيرة في الحركة التجارية والنشاط التجاري في المحافظة وقال مواطنون ليمن شباب إن قصف ميليشيا الحوثي تسبب في خسائر لمنشآت تجارية ومدارس تعليمية ومؤسسات خدمية وأوضح أحد التجار أنه خسر ورشة ألمانيون بالكامل وبقالة ومخازن تجارية وشققا سكنية وقال سنطلب الله هناك بعض العشاء فاتحين وإلا أدرينا اللب البقالة تقامه وقاله من حداري من إنقاه إنك أتشاء النصارو وقمنا إنقاذ وقال الأمن إنقاذ إحنا وانا خرجت وحصلت إلى أصحابي قد استشهدوا إثنين وإثنين من ثلاثة جرحة قلسنا تحتل إنقاذ عشر دقائق ما دريت إلا بعد بعد ما أشلوهون العيال كامل ما خرجتنا آخر واحد وضعه والتخشيبة والثلاغات والدوالي بشقاقة يعني حوالي عشر مليون القصف استهدف بشكل مباشر المدرسة وقع في الأضرار على مخزن الكتب واستراحة المعلمين وإدارة فرع البنين والفصول الذي من القهاء الشمالية للمدرسة تضررت بشكل كامل كان الاستهداف والقصف مركز الذي يعني على مارب الأمس ومنضمنها مدرس التفوق لتعلن مليشيا الحوثي عن هدفها الأساسي وهو أنها ضد العلم والمعرفة ضد التنوير لا تريد ولا يمكن لها أن تستقر وأن يستمر مشروعها في ظل العلم والمعرفة طبعا أنا رحت من هنا وكان معي الولد ابني يالس هنا عز الدين طبعا أنا دخلت القفينة كان معي عمل هناك فدخلنا هناك وسمعنا الضربات ما عندي خبر طبعا فتصلوا بي من المستشفى على أساس أنه قالوا معك عز الدين يعني معور فقيت له أنا طبعا سألنا ما هو اللي حصل طبعا قالوا يعني ضربة ساروخ أنا معي دكان من ضمن الدكاكن دكان مسلح أنا مستقرب لو هي شضية يعني الشضية ما عساها يعني ما تعمل حاجة هذا دليل على أنه في ضربة ساروخ للمحلات والله خسرت المحلات كلها أنا هذه كلها تبع المحلات كان معي ورشة ألمانيوم وفي معي واحد مستأجر بقالة ومعي مخازن داخل مخازن كلها وسكن هي عشرة دكاكن فرضت ميليشي الحوتيري الرهابية مؤخرا أحد عناصرها كحارس قضائي على إحدى كبرى المدارس الأهلية في صنعاء التي لها فروع عدة فيها وقالت مصادر تربوية إن ميليشي الحوثي فرضت المدعو أكرم الشهاري كحارس قضائي على مدارس الأقصى وهو منصب تمنحه الميليشي لنهب الأموال فقط وبحسب المصادر فإن عناصر الميليشي عقب ذلك باشرت عملها وانتشرت في كافة فروع مدارس الأقصى وقاموا بجرد الصناديق المالية وفور وصولها قامت العناصر الحوثية بتفتيش الصناديق المالية ومنع إخراج أي مبالغ نقدية وإيقاف أي عمليات مالية للمدرسة من قروض وأوامر شراء وغيرها بلغت الموارد المحلية والمشتركة في مدرية ساحل حضر موت أكثر من مليار وستمائة وتسعة وخمسين مليون ريال منذ مطلع العام الجاري بزيادة ثلاثة عشر في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي وأوضح تقرير المكتب التنفيذي أن الحاصلات الزكوية خلال نفس الفترة بلغت أربعمائة وأربعة وستين مليون ريال تعاني الصادرات اليمنية من عجز كبير وتراجع في الإرادات مع تعطل لكثير من الموارد الرئيسية لا سيما مشروع الغاز المسال الذي يعد أكبر مشروع صناعياً في البلاد تتواصل مأساة مشروع الغاز اليمنية المسال جراء استمرار تعطيل الإنتاج والتصدير من منشأة بالحاف في رضون بمحافظة شبوة للعام الثامن على التوالي وسط صمتاً رسمياً وحكومي عن تعطيل وإهدار الثروات اليمنية على الرغم من الحاجة الماسة إليه في الوقت الحاضر لأجل سد العجز في المالية العامة للدولة وتحقيق الاستقرار الاقتصادية ومع أن الحكومة اليمنية نجحت على الأقل في إعادة تصدير النفط الخام من معظم القطاعات النفطية بعد توقفها بداية العام 2015 إلا أن مسألة السئنا في تصدير الغاز المسال ظلت إشكالية عالقة لم تتمكن الحكومة من إيجاد أي حل لها الأمر الذي يهدد بتفاقم مشكلة الاقتصاد اليمنية وتدهور الوضع المعيشي وزيادة العجز في ميزان المدفوعات وهو ما سيدغط بقوة على ارتفاع منسوب التضخم وتدهور قيمة الريال الوطنية تزداد الأهمية لرفع وطيرة الإنتاج في الوقت الحالي لما يمثله قطاع النفط والغاز من أهمية كبيرة للاقتصاد الوطنية حيث يعد أهم مصدر لمعظم إيرادات الحكومة في اليمن أحد أشد البلدان العربية فقرا الذي يعتمد على صادرات النفط الخام في تمويل 70% من الإنفاق ضمن الميزانية وبدأ اليمن إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال عام 2009 ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية للمشروع 6.7 ملايين طن متري سنويا حيث ساهمت عائدات صادرات الغاز فقط بنحو 6.9% و5.1% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة عامي 2014 و2015 على التوالي وفي الرابع عشر من أبريل 2015 قررت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال إيقاف جميع عمليات إنتاج وتصدير الغاز المسال والبدء في إجلاء الموظفين نظرا لتزايد التدهور الأمني حول منطقة بلحاف بعد انقلاب ميليشي الحوثي على الدولة واشتياح العاصمة صنعاء وبدء تمدد ميليشياتهم في البلاد دشنت ميليشي الحوثي الإرهابية منذ بداية الأسبوع الجاري حمل تجيبيات وإتاوات جديدة في عدد من مدريات محافظة تعز تنفيذ لمزاعم أحقيتها بما يعرف بالخمس وأكدت مصادر محلية أن ميليشي الحوثي تنفذ إجراءات متسارعة من خلال المحاكم والقضاة المعينين من قبلها لمصادرة ونهب الأراضي والعقارات بوسائل مختلفة إحداها فرض ما يعرف بالخمس على كل عملية بيع أو نقل أو توزيع ميراث ويعاقب من يحاول التهرب من هذه الإجراءات بالغرامة أو مصادرة جزء من أملاكه وأفادت المصادر أن الميليشيا شكلت لجنة حصر للأراضي والأملاك العقارية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها في محافظة تعز وتحديدا شمال شرقي المحافظة في مناطق الحوبان والخزجة ومدرية التعزية ومطار تعز وعلى جنبي طريق الجند بهدف بدء خططها للإستيلاء على الأملاك العامة والخاصة في السياق قادشن مركز التيقض الدوائي في الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في محافظة تعز أسبوع السلامة الدوائية ويهدف هذا النشاط بحسب مسؤولين في الهيئة إلى توعية الجمهور وتوضيح آلية تواصلهم مع الهيئة للإبلاغ عن أي ملاحظات صحية متعلقة بالأعراض الجانبية للأدوية أو أي خلل في الأجهزة الطبية لغرض حماية المرضى والمستهلكين الهدف الرئيسي منه أنه كيف نحفز أو نوعي المواطن نوعي الصيدلاني نوعي الإعلامي نوعي الرقل الأمن وكل شرائح المجتمع طباء صيادلة مسؤولين أنه إبلاغ عن أي عرض جانبي الإبلاغ عن أي خلل فيه قودة الدواء الإبلاغ عن أي عرض للقاح أو قودة فيه جهاز طبي أو قودة المحالي المخبرية مهم جدا بالنسبة لنا لأنه هذا بيساعد أنه ننقذ بعده آلاف من البشر إحيانا بيكون عرض جانبي يتفاوت قوته وحدته من شخص إلى آخر إنه يبلغ عنه في أقل مستوى من التفاعل للجسم ينقذ شخص تفاعل معه بشكل كبير جدا أعلنت الخطوط الجوية اليمنية عن شروط جديدة اتخذتها السلطات الأردنية تجاه المسافرين إلى أراضيها عبر مطارات عدن وصنعاء وقالت الخطوط اليمنية في بيان لها إن السفر إلى الأردن بغرض السياحة أو العمل أو غير العلاج يحتاج إلى موافقة أمنية مسبقة من السلطات الأردنية لمختلف الأعمار وأشار البيان إلى أن الفيزة التي تمنح للفئة من 15 حتى 50 عاما بحاجة للموافقة الأمنية المسبقة بغض نظر عن سبب السفر حتى لغرض العلاج أعلنت نقبة موظفي الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد عن رفضها لاستحداث ميليشيا الحوث الإرابية بناء جديدا في مطار صنعاء الدولي وصفته بأنه مخل بالاشتراطات والمقيس الدولية وعبرت النقبة في بلغ لها عن رفضها قيام بعض الأشخاص باستحداث بناء جديد في مطار صنعاء الدولي وصفته بأنه مخل بالاشتراطات والمقيس الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي الإيكوا والذي قد يؤدي لخروج المطار عن الجاهزية لعدم تطبيق إجراءات الأمن والسلامة الدولية وطالبت النقبة ميليشيا الحوثي بتحمل المسؤولية وسرعة إزالة الاستحداثات الجديدة وإيقاف أي بناء مستقبلاً وحملتها نتائج استمرار تلك الانتهاكات التي قد تؤدي لإيقاف المطار وخروجه عن الجاهزية أكد البنك الدولي التزامه بدعم اليمن وحكومته في مختلف الظروف مشيراً إلى حجم التمويلات الموجهة للقطاعات الخدمية وتوفير فرص العمل والأمن الغذائي والحماية الاجتماعية جاء ذلك على لسان مدير عمليات البنك الدولي إكسيل فانتروتس نيبريغ خلال لقائه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في مدينة شرم الشيخ المصرية على هامش أعمال قمة المناخ السابعة والعشرين وبحسب وكالة سبأ فقد تطرق اللقاء إلى تدخلات البنك الدولي في المجالات الإنمائية والخدمية والإنسانية وسبل الاستفادة من تمويلات إضافية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني التي صنعتها الميليشيا الحوثي الإرهابية أفادت مصادر محلية عن اختفاء عشرين صيادا من أهالي محافظة الحديدة منذ خروجهم في رحلة صيدا في أكتوبر الماضي وقالت المصادر أن الصيادين من سكان منطقتين القطبة والكداح التابعة لمديرية الخوخة يستقلون ثلاثة قوارب لا يزال مصيرهم مجهولا منذ الثالث عشر من أكتوبر الماضي عندما خرجوا في رحلة صيد إلى جزيرة السوابع في المياه الإقليمية اليمنية وفق المصادر فإن أهالي الصيادين قدموا بلاغات إلى الجهات المعنية بعد أن باءت جهودهم في البحث بالفشل ويواجه صيادين اليمنيين متاعبا متعددة أثناء ممارستهم أنشطة الصيد ومنها تعرضهم للقرصنة من قبل القوات الإيرترية التي تتعمد نهب قواربهم واحتجاز الصيادين لأسابيع قبل الإفراج عنه وقبل الختام نستعرض لكم أسعر صرف الريال الوطني أمام العمولات الأجنبية اليوم الأربعاء ختام النشر الاقتصادية شكرا على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة